يا جماعة عشان ما تنساش الـ CD وهي بتعمل إنتجريشن قصاد المكتب اللي انت بتقض عليه دايما علق ورقة كده اكتب فيها ما تنساش قال يعني انت كده مش هتنسى فاهم؟ أو عارف انت الناس اللي هي ايه؟ لما بيعاز يوصل لحلمه وعايز يجيب 99% في السنوية العامة مش عايف ليه يعني تب ما تجيب 100% هي الأحلام بالفلوس ما انت كده في الاخر بتجيب 60% لأ هو عايز يجيب 99% لما تختب 100% يقول لك يا رب choisي ليه ما تجيب 99% في السنويةновة ليه طب ما تجيب 100%؟ الها ابني ما انت كده مش هتجابهم لا دي ولا دي؟ هي فرقة يقول لك لا 100% مش منطقية هو دي تقول ما فريقتش يا جماعة اكتب 100% فتلاقي بقي كاتب ايه؟ معلق ورق كده قدام المكتب يكتب لك ايه؟ انجينير سوها هي اسمها سواة مثلا في checklist لا اكنا سأكمل بلا هيك اكبه كده على الكتاب فانا مش فاهم يعني هو انت لما هتكتبي انجنيري على الكتاب هبقى مهندس خلاص يعني مش فاهم طب انا انا مثلا دوقت عايز اخس اكتب ايه فاهم اكتب عمر الرفيع يدين امي بيت رفيع ايه يا ابني لابل ده يا ابني عشان توصل لحلمك مفروض تعمل مجهود مفروض تشتغل على ده مفروض تبدأ يلا اشتغل بقى انما مش عشان اوصل لحلمي يعني مثلا واقف قداب السلم وعايز اطلعه هه هه هتطلع ورقة واجتب فيها انا هاوصل لانه огром ما تطلع اه اه ما تطلع يا ابني ما تطلع يا حبيبي انت انت هتو لازم هوصل لاخر السلم وارح معلق الورقة قدام انه ما افضل شايفها طيب ما تسلم قدامك عايز تجب تسعة وسيئم في المية طيب ما التريقة سهله زاكر عشان انت نجيب تسعة وسيئم في المية مفروض تبقى متعلم مفروض تبقى بتعرف تحل عشان تخش المتحلم تحلو اجيبت 9% دي باديهيات لكن انا قعد اكتب انجينير شيربو خلاص كده كده خلاص حلم يتحقق